أكد الرئيس السيسي أنه سيتم خلال أيام أو أسابيع قليلة الإعلان عن خلق مصر من فيروسيه وفقا لمعين منظمة الصحة العالمية أضاف الرئيس السيسي أن مصر حاولت معالجة قضية النمو السكاني الكبير البالغ 105 ملايين نسمة ونقص المستشفيات بتدشين مبادرات صحية تهدف لرعاية المواطنين في مصر عددنا زي ما تقال 105 مليون وعشان تبقى للمعايير العالمية في حجم المستشفات والأسرار الموجودة المفروض نزود ما لدينا بالفعل يمكن مرة كمان يعني لو كان عندنا مثلا حول رقم ممكن من ننسوش 500 مستشفى فإحنا محتاجين ألف ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وعلى كل شيء طيب ما إحنا مش هنقدر نعمل ده بغض النظر عن الأسباب اللي هي بتاعة الزيادة السكانية فهل إحنا نقف مكتوف الأيدي قدام التحديات الصحية اللي بتقابلنا ولا أنا بكلم على التجربة المصرية واللي هي متاحة لأشقائها إحنا اتحركنا باستهداف زي ما تقال على موضوع الفيروسي على سبيل المثال إحنا استهدفنا هذا المرض اللي كان ليه تأثير كبير سلبي علينا كمصريين وعلى أهالينا وعلى أسرنا وبلاستهدافنا بفضل اللي نجحنا ويمكن خلال أيام أسابيع قليلة هنحتفل بإعلان أن مصر خلية من هذا المرض طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية ثم مبادرت أخرى كثيرة تم الحديث عنها وكانت الهدف منها أنه هو تكسيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه موضوعات طبية محددة تحقق تحسين للصحة العامة للمصريين مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتنا الاقتصادية في هذا المجال